طلعوا الى انتم عدوك صفاكت المقربة طبالدوك طلعوا الى قولونا هذا العدرة صبانيا مليككم هذا الشنو للافضحنا للافضح المسلمي ارصالك مع الله بحيوط فصبانيا لتضجر كبرمولانا يا جماعة العمولة اياك مامشا تتعاون مليك في بوكا الناس النصران يجدع مانع راح بعد بباريش من فاضل خلق وما اليوم ما متكلم حتى السكينة نازلة في هذا المنبر سبحان الله سبعا مع الصباح صبح على ابراهيم قال يضب الوابو الشريف تقدموا الى تقدموا الى تقدموا الى تقدموا الى ما اتكلمكم وكتبكم ما اجيبكم الفوكاليات وما اجيبكم اللوصات شرحوا ان اميركم هذا امير الظلام هذا قصت وشاني السلام عليكم الاخوان حياكم الله معكم اخ ديركم علي باريش دائما فيما يخص قضية صحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم في الفيديو الخوت كتظهر لكم صورة مرسومة وهي صورة كاريكاتيرية هذا الصورة او هذا الرسوم الكاريكاتيرية انا اتعمت نخفي اجزاء منها لانها حقيقة صورة غير اخلاقية بالمرة زائد على انها كتسي بضارة كبيرة ملكنا محمد السادس ناصره الله نعطيكم خلفيات هذا الصورة لان وجيكم الموضوع اللي هو موضوع مهم وشنو الدواعي والاهذاف من راها الصورة هذا الصورة اللي ينشؤوها وصوروها وبينوها هو جبهة في اسبانيا ينقلها الجبهة العمالية والهدف ديالها او مناسبة نشرها هو الانتخابات المقبلة في اسبانيا واللي غتحدد منه رئيس الحكومة الاسبانية اللي غيترأس اسبانيا اما يبقى بيدرو تشانسيز او غايعوضه شخص اخر اسباني كرئيس للحكومة الاسبانية على ذكر بيدرو تشانسيز كتعرفوا على ان بيدرو تشانسيز او الحكومة الاسبانية او اسبانية عامة اخرى وكما كيعرف الجميع لان اسبانيا بصفتها المستعمرة للسحراء سابقا نشرت بيان او تقرير سياذي اسباني تعترف بموجبه بمغربية السحراء وبالحكم الذاتي للسحراء تحت السياذة المغربية وهذا كان اطار حافظة الجزائر والبوليزاريو وعادوا صنفوا على ان بيدرو تشانسيز خائن لما يسمى بين قوسين الشعب السحراء وعاد عدو للجزائر والبوليزاريو ومنذ ذلك الوقت هم الامل ديانهم والحلم ديانهم والاطاحة ببيدرو تشانسيز وبالتالي في المعتقد ديانهم على انه سيتغير رأي اسبانيا وهذا غلط لانه رأي او اقتراح او دعم اسبانيا لمقترح الحكم الذاتي للسحراء تحت السياذة المغربية كان قرار سيادي صادر من الملك الاسباني نفسه عموما منذ ذلك الوقت وكان هجومات على بيدرو تشانسيز وكان هجومات على الحكومة الاسبانية واليوم اسبانيا مقبلة على انتخابات التي ستحدد الرئيس الاسباني فهذا الصورة اللي كتظهر لكم انشأها جبهة ينقالها الجبهة العمالية والهدف ديانه هو الاساءة لملك البلاد محمد السياذ اكثر من الاساءة او التقليل من قيمة بيدرو تشانسيز فهذا الصورة ظهرت بعد ذلك منورها اشخاص اسبانيين كيتكلموا على بيدرو تشانسيز وبحث تعليم انا شخصيين حتى جبرت على ان المتكلم هو شاب اسباني ينتمي او منضم لما يسمى اصدقاء الشعب الصحراوي اصدقاء الشعب الصحراوي هي جمعيات موالية البوليزاريو متواجدة في جميع تقريبا دول العالم خصوص الاوروبا فنزويلا فرنسا اسبانيا بريطانيا جميع دول العالم كيتواجدوا جمعيات فيهم ناصرى مسيحيين اجانب كيدعموا البوليزاريو وكيناصروا البوليزاريو وكيدافوا عليها ولكن هاتش دائبا بمقابل مالي كيتحصوا على اجر شهرية وبريمات من الجزائر والبوليزاريو يعني حتى الدفاعوا مع البوليزاريو ماشي على سواء عيونهم ولكن مقابل مالي فالصورة اللي كتظهر لكم في الفيديو واللي استغلوها بناء على الانتخابات الاسبانية والدعو على انها كتقلل او كتسي البيدرو شانسيز فلا فالصورة من وراها بالدرجة اللولة البوليزاريو والمخابرات الجزائرية والهدف ديالهم الاول والاخير قبل بيدرو شانسيز هو الاساءة الملك ديالنا محمد السادس نصر الله وهذا خبتهم هذا خبتهم معروفين به وحتى نحن المغاربة نظور نتكلم انا كمواطن مغربي على انه مثل هذه الصور ومثل هذه الخبت ما عادش احنا يحرك فينا زغبة كمغاربة نهائيا لاننا ولفنا على خبتهم فاذا رجعتوا شوية الداكرة كانت المخابرات الجزائرية البوليزاريو روجوا الفيديو على نطاق واسع ما كيتعداس خمس ثواني فقط واتضحها بعد ذلك على انه فيديو مفبرك وقالوا على انه الملك سكران في فرنسا او في باريس واتضحها على انه فيديو وحنا المغاربة نعرف الملك ديالنا حق المعرفة وهذا الشي تكرر عدة مرات دائما هناك اساءات غير اخلاقية من المخابرات الجزائرية والبوليزاريو الملكنا محمد السادس نصر الله وهذا الشي ما كيتوقفش نهائيا عموما الصورة استغلوها بالامس الذباب الالكتروني الجزائري وبالاخص في التكتوك نشروا الصورة وعادوا يتكلموا عليها وكيطالبوا تقول لك علش الشعب المغربي ما هاجمش الاسباني والشعب الاسباني اللي اساء الملك ديالكم فمن خلال هذا الكلام يتضح على انه المخابرات الجزائرية والبوليزاريو تهدف الى خلق مشكل بين الاسبان والمغرب قبيل او قبل الانتخابات الاسبانية لانه في الاول والاخير خايفين على انه بيدرو شانسيجز مرة اخرى يترأس الحكومة الاسبانية فالمخابرات الجزائرية والبوليزاريو من وراء هذا الصورة وكيما قلت لكم الهدف ديالهم هو خلق فتنة بين الاسبان كشعب وبين المغرب وفي الاخير يوصلوا الهدف على انه الاسبانيين ما يصوتوش مرة اخرى على بيدرو شانسيز والطرأس من جديد الحكومة الاسبانية عموما هذا الصورة المفابرة كامل الكاريكاتير او صور اخرى او حتى الفيديوهات اللي كنشوفوك تسيء لملكنا نأكدو لكم وانا كندعو الشعب المغربي على انها متأطرش عليكم لانه في الاول والاخير صور مخابراتية تهدف لاهداف عميقة ما تطيحوش فيها فالهدف الاول والاخير هو اتارة فتنة حاليا بين الاسبان والمغرب قويل الانتخابات الاسبانية والهدف هو انه يطاح ببيدرو شانسيز لانه في الاخير غالطين يظنون على انه لو اوطيح ببيدرو شانسيز سيتغير موقف اسبانيا لدعمة الحكم الداتي للصحراء تحت السيادة المغربية حيكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم